كابتن عدي بقيادة الكابتن سلام ذيابات يواصل منتخبنا الوطني التحضيرات للبطولة الاسيوية المهمة التي ستكون إن شاء الله في مطلع آذار المقبل في أوزباكستان لعب مباراة ودية مع المتخب الإيراني سطاع أن يفوز بهدفين دون رد غدا إن شاء الله مباراة جديدة كل هذه المباريات ممكن تصب لمصلحة المتخب الوطني تعطي أهمية وتطور أكثر من أجل مشاركة في هذه النهائيات أكيد يعني إحنا منعرف إنه المباريات الودية اللي دائما بتكون قبل البطولات هي بتعطي دافع معناول اللاعبين طبعاً منحب نذكر كمان الكابتن سلام ذيابات بتذكر إحنا أيام منتخب الرديف في 23 سنة جبنا مركز الثالث على مستو آسيا وكان معاه الكابتن ديان صالح يعني الكابتن سلام مدرب كبير وأكيد يعرف شو المطلوب منه منتمنى له التوفيق إن شاء الله ويضم المنتخب نجوم يعني كبار على مستوى الأندية يعني قد يساعد الكابتن سلام ذيابات في هذه البطول أكيد طبعاً أنت بتعرف فيه لعب كثير بتلعب عنديتها بشكل مستمر فنتمنى له إن شاء الله الأفضل وإن شاء الله بتأهله كمان وبرفع راس بلدنا إن شاء الله إن شاء الله تعالى طبعاً مواجهة المنتخب الإيراني المنتخب الإيراني دائماً متمرس في قارة آسيا وهذا يعني ممكن يعطي انطبعات جيدة أنك تتغلب على المنتخب الإيراني في أول مباراة وإن شاء الله غداً نجدد هذا الفوز أكيد يعني الفوز أثنين سفر على منتخب إيران منتخب معروف على مستوى آسيا نعم وأتوقع كمان وكراً إن شاء الله تكون الاستفادة أكثر بعيداً عن النتائج فبحكي لك يعني أن القيادة قيادة الكابتن إسلام الديبات إن شاء الله بتكون موفقة ونتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله نتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني في هذا المعسكر المحلي الذي يخوض به مبارتين وديتين غداً إن شاء الله مباراة جديدة مع المنتخب الإيراني وإيضاً إن شاء الله سيكون هناك معسكر تدريبي قبل انطلاق هذه البطولة ممكن أن يكون في تركيا ومن ثم السفر إلى أوزباكستان من أجل خوض النهائيات المنتظرة في أوزباكستان مطلع شهر آذار المقبل وكلنا أمل في المنتخب الوطني لإعادة البسمة إلى الشارع الرياضي لأردن وتاهل مجدداً إلى كأس العالم لمنتخبات الشباب بعد إنجاز عام 2007 و7 هناك في كندا أدخل شهر